بعد إطلاق البنك الوطني الجزائري خدمة القرض الإسلامي خلال الأسبوع الفارطة لتمويل المشاريع الاستثمارية وكذا عملية اقتناء السيارات الجزائرية الصنعة إلى جانب العديد من الامتيازات بصفر أرباحة اقتربنا من البنك لمعرفة شروط وكيفية التمويل متعاملين اقتصاديين وأصحاب مشاريع أو الراغبين في شراء سيارة جزائرية الصنعة من الحصول على القرض في وقت قصير مقارنة بتاريخ إداع الملف والذي لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإداع حيث يشترط على الزبون الراغب في اقتناء السيارة أن يقتضي أجر يساوي أو يفوق أربعين ألف دينار مع دفع قسط يعادل خمسة عشر بالمئة كمبلغ أول أو كما يسمى أهامش الجدية يتم تحديد هذا الأخير بناء على نوع السيارة التي يتم اقتناؤها هذا وتتراوح مدة التزديد بين سنتين إلى خمسة سنوات قلنا من بين شرط يكون الأجر على الأقربين ألف دينار ويكون تانيك الشرط كذلك أنه يفتح حساب على مستوى الوكالة ويقوم بتوقين الدخل الانتاعي ما كانش تحديد للقيمة ما كانش ثقف فيما يخص المربحة للسيارة يعني هذا الشيء يتعلق بالدخل الفرض يعني كلما كان الدخل الفرض مرتفع كلما التمويل يكون مرتفع من جهة أخرى أعاب بعض الزبائن نوعية الخدمات المقدمة التي لا تخدمهم حسب تعبيرهم 100 مليون تدفع 15 مليون هكذا ودوكاتي كوشام يدخلو الناس يسخسوا ما ماشي سوا سوا يقول لك تشري دار بمليار ونص يسلف لك 700 تحت كتر من يسلف لك ما لاش فاهمين وش داروا في السيت ووش هضروا ما كاش منها قلت لهم كروسات 260 مليون لا لوجك دي بورسونت حاش حال ويبقى الهدف الأول من العمل بنشاط الصيرفة الإسلامية هو ضمان العمل بالمال الحلالة وخلق الثقة لدى الزبائن للدخار أموالهم لدى البنوك من أجل تمويل المشاريع المختلفة ترجمة نانسي قنقر